لم تسلم محافظة صعداء باليمن من الالغام والعبوات التي زرعتها ميليشيات الحوثيين فقد زرعت الميليشيات مئات الالغام في الطرقات والمزارع غير ان الفرق الهندسية لقوات الجيش اليمني استطاعت تفكيك جزء منها لتسهيل عودة السكان الى قراهم في المناطق المحررة من المحافظة هذه كميات جديدة من الغام وعبوات الموت الحوثية تم تفكيكها من قبل الفرق الهندسية التابعة لقوات الشرعية في محافظة صعداء في المناطق المحررة خلال الايام الاخيرة اكثر من سبعمائة لغم تم تفكيكها في مديريتي باقم وكتاف شمالي محافظة صعداء خلال اقل من شهر واحد اغلبية الالغام والعبوات الناسفة هذه صنعت من قبل ميليشيات الحوثي وبمشاركة خبراء ايرانيين كما يقول عسكريون يمنيون اما هذه ذات الاحجام الكبيرة فهي مضادة للمركبات زرعتها الميليشيات في الطرقات المعبدة لحظ ارواح المدنيين انما الحوثي ليس عدو للجيش بل وانما عدو للمواطنين عدو للمناطق الحيوية عدو للمدارس اكثر ما ننتزع واكثر ما نطهر تكون موجودة في منزل مواطن مزرعة مواطن يكون في خط طعام العاملون في الفرق الهندسية اكدوا ان الميليشيات تتعمد زرع الالغام في منازل النازحين والمزارع اذ باتت عشرات الاسر في المناطق التي طردت منها الميليشيات الحوثية غير قادرة على العودة الى منازلهم بسبب الالغام فهذه واحدة من المزارع في صعدة تبذل الفرق الهندسية جهدا مضنيا لتفكيك شبكات الالغام التي زرعتها ميليشيات الحوث فيها معظم ما تم تفكيكه هنا هي عبوات مموهة تطابق البيئة وتنفجر بمجرد مرور اي جسم بجوارها لكن طريقة صنعها بحسب عسكريين يمنيين مستنسخة من حزب الله ذراع ايران في لبنان بيد ان الحوثيين نقلوا تلك التجربة الى اليمن وشرعوا في تطبيقها لقتل اليمنين فمحافظة صعدة التي ينحدر منها معظم قادة ميليشيات الحوثي لم يسلم سكانها ايضا من عبوات الحوثيين فكل منطقة تطرد منها الميليشيات الحوثية تفكيك الفرق الهندسية مئات العبوات فيها لتسهيل عودة النازحين الى قراهم